بخصوص الدعم الاجتماعي الدعم السكن الدعم السكن هذه سياسة جديدة قامت الحكومة بإطلاقها كتعرفوا جميعا بأنه الهدف منها وقبل ما نقوله الهدف منها نتكلموا بعدها على المنظومة دعم السكن سابقا كيف شكنت كتعرفوا بأنه دعم السكن سابقا كان هذا الدعم يخصصه بشكل مباشر للمنعشين العقارين الحكومة ارتأت بأن هذه المنظومة السابقة كانت تصلح لشوقت فلا تصلح للوقت الراهل لاعتبارات كثيرة أولا المواطن اليوم يريد أن يلمس بنفسه هذا الدعم الذي تحقق الذي تقدم له الدولة في هذا المجال ثم يجب لهذا الدعم أن يكون يساهم في إنعاش هذا القطاع الذي نعرفه بأنه قطاع مشغل وهو قطاع أيضا موفر للطروة وموفر أيضا للعائدات المرتبطة بالضريب نعطي المؤشرات إلى حدود 23 ماي تم تسجيل 73.711 طلب من أجل الاستفادة من الدعم للسكن 90% من هذه الطلبات التي سجلت تتوفر فيها شروط الاستفادة نقول هذة 73.090 منها متوفرة فيها الشروط ما الذي يستفدوا الآن الناس الذي يستفدوا بشكل 11.749 مستفيد من نظام دعم السكن 43% منهم نساء نساء 43% منهم نساء 23% منهم من مغاربة العالم ترتيب قبل من الترتيب 57% منهم هو هذا السكن الذي يستفدون هذا الدعم للسكن من 300 و700 ألف درهم 57% ما بقى هو هذا السكن من 300 ألف ونجي وجي ترتيب الجهات المستفيدة وهذا يعني يبين الجهات التي أكثر تستفيد من هذا الدعم فاسم كناس بحوالي 35.9% دار البيضاء 36 34.54% الشرق 6.5% طنجة طوان حوالي 4% هكذا ذو لك الآن دبا ننتبهوا ماذا تحقق في مجال السكن هناك زيادة في استهلاك الإسمنت 21.11% بمعنى أن هناك انتعاش لهذا المجال ما بين أبريل 23 وأبريل 24 هناك ارتفاع لعدد القروض الموجهة للسكن بـ 1.4% ما بين مارس 23 ومارس 24 هناك ارتفاع للقروض الموجهة للمنعشين العقاريين زائد 4.4% ما بين مارس 2023 وما بين مارس 2024 هذا يبين أولا هناك إقبال كبير هناك استفادة هناك يعني أرقام مهمة تحقق على بستوى هذا الانتعاش العام موسيقى